أدى صاحب السمو شيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس العلا حاكم عجمان وسمو شيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف في عجمان صلاة الجنازة على جثماني المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخ أميرة بنت علي بن راشد النعيمي شقيقة كل من الشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي والشيخ الحسن بن علي بن راشد النعيمي والشيخ عبد الله بن علي بن راشد النعيمي كما أدى صلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مدير دوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ أحميد بن راشد النعيمي وسمو شيخ عمار بن حميد النعيمي وإلى شيوخ آل النعيمي داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر وسلوء